يبدو أن تركيا اختبرت صاروخاً من منظومة S-400 الروسية عند السواحل المطلة على البحر الأسود بحسب ما نقلت وسائل أعلامية والأمر قبيل برد فعل أمريكي مندد إذ أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة التركية بأن حيازتها لأنظمة هذه الأسلحة أمر غير مقبول وأن تشغيل هذه المنظومة له عواقب وخيمة على العلاقات الأمنية بين البلدين أما البنتاجون فقد أكد أن منظومة S-400 تمثل عائقاً أمام تحقيق تقدم في العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن وأنه تم بالفعل منع تركيا من برنامج F-35 ووصف السناتور جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تجربة بأنها سلوك غير مقبول من بلد عضو بحلف الناتو وأن القانون الأمريكي يشترط فرض عقوبات على دول تعزز علاقاتها الدفاعية مع روسيا أما السناتور بوب ميننديز أكبر عضو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية فقد قال أنه ينبغي معاقبة تركيا فوراً على شراء واستخدام هذه المنظومة ورغم عدم تأكيد أنقر اختبارها صاروخاً من منظومة الدفاع الروسية يقول محللون أن تقييم المبدئي للون والكثافة والزاوية ومسار الدخان في المقطع المصور الذي نشرته رويترز يتفق مع نوع منظومة الصواريخ الروسية S-400